اشتركوا في القناة 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 وين الكارفون وين يعني الإشي مسهل يعني ثلاث عائلات مسترزقين من وراء الكارفون طبعا الله الرزاق أخيرا شو رسالتك لمين بتناشد مين بتقول غير غير أيضا لمدراء الأجهزة الأمينية توجهت لهم المحافظ هو الموضوع هلأ صار عند الارتباط العسكري بتوقع يعني إحنا من ناشد الارتباط العسكري من ناشد المحافظ من ناشد جميع الأجهزة الأمنية إنهم يبادروا بالموضوع يعني هو بتوقع الموضوع هلأ صار فتح كاميرات عند الإسرائيليين وعن طريق الارتباط العسكري وهياتنا منقمة لإنه يصير إشي جديد نستنى اليوم السابع هياته اليوم السابع مش نبين ولا إشي جديد يعني برضو إشي حصرة هذا يعني إن الواحد ما قاعد على أصابه يعني سواء بالبيت ولا عند الصحاب يعني كل أعضل أصابه حتى المتابعين حتى اللي بدهم يعرفوا ولو معلومة يعني عنا الحمد لله يعني المتابعين نوقفين معنا وشو بقدروا يوصلوا حتى لو إنه دعاء حتى لو إنه أي إشي وإحنا يعني مش بالنهاية مش إنه شغل تأخذنيش بها الكلمة إنه نشحد ولا إشي هذا حقنا بالنسبة لنا إحنا مش طالبين من حدا يعني مصاري ولا طالبين من حدا إنه يسعدنا ماديا يعني بالنهاية إحنا راح نرجع يعني إذا ما تعثرش بهاي الأيام على إشي إن شاء الله إنه بتعثر على إشي يعني نرجع بالنهاية عمال عند الناس خلص إحنا يعني تعبنا كلها سنين وبنا نفتع مشروع لنا ونرجع بعديها من نقطة السفر نسد التزاماتنا ونستد المصروف اللي علينا فإشي صعب علينا نعمل يعني من الجميع يعني أي حدا بعرف معلومة حدا بعرف يعني من ناشد الجميع إحنا مش من ناشد بس الجهات الأمنية من ناشد الجميع ما ضلش حدا يعني ما دقينا بابه وحكينا له سعيدنا ولو ببعلومة شوفينا الكاميرات شوفينا لهذا ما حدا قصر معنا بس إحنا من ناشد إنه يكون الموضوع جدي أكتر من هيك بحزم أكتر من هيك يعني ما ضل كلام للأسف يعني كلهم حكى ولساتنا نفس النقطة ما فيه إشي جديد لا جديد لحد الآن سبعة أيام متواصلات لا جديد على المستوى الشخص والمهني أتمنى أنه يكون هذا البث وهي التغطية تساهم ولو بشيء قليل لعودة حقهم وإن شاء الله بالعالمين ما بضيع حق وراء مطالب مشاهدي الأعزاء يعني قرابة 25 ألف دينار أردني ثمن هذا المشروع أو تكلفته اللي لسه أقصاتوا عملهم من الشباب بسددوها إلى الآن بيبحثوا بيقولوا أين أين هذا المشروع اللي اختفى بين ليلة وضحاها هيك واختفى وتبخر هون كان في حياة هنا كان في أمل هنا كان في نشاط قبل أيام 6 متر ما بنحكيش عن نملة ما بنحكيش عن عن إشو صغير 6 متر برضو اللي بيحكي ليش ما حط طوله جنازير ليش ما حط طوله هاد يعني اعتبروه سيارة هو مرخص ومؤمن من كبل إنه مركبة يعني اعتبروه برضو سيارة أي أي ابن حرام صارق محترف بهاي الاحتراف بيكسر الكزاس تاع السيارة وبحل القير يعني أنا جديد عرفتها إنه بحل القير وبشبكه وبيضله ماشي إذا كان عليه هك يعني مش هالقضية الصعب عنده يعني بأي واحد يحط حاله بنفس الموقف بيطلع بإنه يعني إحنا معنا حق إحنا صحاب الحق الكارفانيو عامل معاملة السيارات بهاي القصة هو مرخص ومؤمن يعني أنا بكل إشي قانوني تجاهنا له وإحنا مع القانون وإحنا مع أخيرا أنا يعني لربما ما مقدش أصلك هذا السؤال ولكن هل تتهم حدا؟ لا طبعا أنا ما بتتهم حدا وإحنا طبعا يعني إسأل عنه إحنا طبعا ما إلنا أعداء محبوبين يعني معروفين وين ما كان إنه محبوبين ومعاملتنا كثير منيحة يعني للي بيجي يعني إسأل المتابعين وما بيحكوا لك نفسهم إحنا يعني أي حدا جربنا ولا ما جربنا ولا تعامل معنا إحنا يعني ما إلنا أعداء الحمد لله ويعني هذا السارك يعني ما أظن يعني بيعرفني ما أظن يعني إنه حاقد على أي شغلة ما في إلنا أعداء ولو واحد بالمية فيش بالمرة سيدي ربنا يرد لكم ضالتكم أخيرا تناموا عينك للظالم تناموا عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي شاهديني أعزائي إلى هنا نصل إلى ختام هذه النافذة نلقاكم في نوافذ أخرى إن شاء الله رب العالمين شكرا شكرا